اشتركوا في القناة 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 دي مساحتها تقريبا 3 في 3.5 ده اللي هو المساحة الصافية جماعة 3 في 3.5 من اجمل الحاجات بقى اللي في الشقة دي ان هي جماعة كلها متهوية شمس وهوى طول اليوم يعني شقة صحية 100% ده الشباكة هو علي مننا ما شاء الله برضو بجايب شمس وهوى طول اليوم طبعا مش هذكر حضراتكم يا ريت اللسه مشتركش يشترك ويفعل زر الجرس عشان يوصلك كل يوم جديد وتقديرا المجهود اللي احنا بنبذله تعمل لنا لايك بعد ما شفنا الغرفة الاولى جماعة تعالوا نخش بقى على الغرفة التانية تقريبا برضو نفس المساحة الشقة جماعة تشتبها هادي ورأيه مفيش فيها بهرجة وجبس بورد كتير دي كده الغرفة دي اهي لذيذة انما بقى عندنا في ريسبشن في جبس بورد برضو لذيذ كده ورأيها وريل حضراتكم دلوقتي دي كده تعتبر الغرفة التانية اهي برضو يا جماعة بتبص على الشارع ما شاء الله من ميزة الشقة دي ان هي بتبص على الشارع من جميع الاتجاهات الغرف والريسبشن والمطبخ والحمام يعني جايلك هوى وشمس من جميع الاتجاهات دي اللي احنا بنسميها في شغلنا شقة صحية مية في المية نرجع كده تاني ده شكل الدهنات ها يا جماعة دهنات نضيفة ما شاء الله حلوة جدا هنا كده بقى بيجي لنا الحمام بتاع الشقة ده كده الحمام اهو مساحته جميلة واخد بنيو مستريح بصوا جماعة دي النقطة اللي بقول له حضرتكو عليها اهي بصوا جماعة بيبص على الشارع دي المية زي ما قلنا دايما نتأكد من المية يا جماعة المية دي روح اي شقة اهو الشباك اهو بصوا جماعة ما شاء الله بصوا الشمس والهوا جايين منه ازاي حاجة جميلة جدا ده كده يعتبر الحمام بتاعنا برضو نبص في السقف اهو برضو مفيش عندنا تنشيع مية ولا حاجة من الجاري اللي فوق من الحاجات اللي بتعمل مشاكل جامدة جدا يا جماعة وعشان تعالجها بيبقى فيها مصاريف جامدة جدا عشان برضو الناس تبقى عارفة نرجع بقى كده بيجي لنا هنا المطبخ الامريكاني ده كده يا جماعة باب الشقة هولي احنا دخلين منه اهو في شقتين في الجار هناك اهم وهنا كده بقى بيجي لنا المطبخ الامريكاني المطبخ جماعة مفتوح امريكان مع ريسبشن طبعا لو انت من نوع اللي ما بيحبش المطبخ يكون امريكان مفتوح مع ريسبشن ممكن تقفله وتعمله باب عادي حابب تسيبه كده برضو مفيش مشكلة نفتح بس المية برضو اهي المية شغالة ما شاء الله المية جماعة روح اي مكان اي شقة لقيت فيها مشكلة مية ما تاخدهاش ما نصحكش انك تاخدها ده كده جماعة هنا هوا عندنا برضو ده هنا كده على الشمال الصرف بتاع الغسالة الاطوماتيك وهنا طبعا البيبة او زي ما يسموها الصرف يعني بصوا جماعة الشباك اهو دي النقطة اللي بقول لحضراتكو عليها حتى المطبخ كمان ما شاء الله بيبص على الشارع شمس وهو ده كده هنا اهو الشكل بتاع ريسبشن من المطبخ تعال نروح بقى نشوف ريسبشن برضو ونشوف بقى البلكونة وجمال الفيو من البلكونة اهو جماعة ده ريسبشن اهو ما شاء الله ده ياخد قطعتين كبار وممكن ياخد تلت قطع كمان اذا حابب ده هنا اهو جماعة ده البلكونة وهنا كده ده الشباك ده برضو اهو بصوا جماعة الفيو من شاء الله حاجة جميلة جدا هنا كده البلكونة مش عايزة تفتح لحزة واحدة لازم نسايزها عشان تفتح ايوه كده بقى نقول بسم الله تفتح ان شاء الله بسم الله كده فتحنا البلكونة نبدأ نخش بقى على البلكونة جماعة والفيو جميل جدا اجمل حاجة عجباني في الشقة المنظر ده بصوا جماعة مفيش حد قدامك غير مجروحة تماما ما شاء الله البلكونة مساحتة حلوة ووسعة بصوا جماعة بتبص على الشارع كمان عمل ازاي الشارع ما شاء الله 30 متر على فكرة انا حاس ان هو اكتر من 30 متر كمان بس خلينا نقول 30 متر في حاجة جماعة جميلة اوه في الشقة ان هي شايفة البحر البحر هناك وهو جماعة يعني انت تعتبر تقريبا سادس او سابع نمرة من البحر نفسه ما شاء الله حاجة جميلة جدا ده كده اهو شكل الشارع اهو جماعة شارع ما شاء الله جميل في جنبك مسجد حاجة حلوة جدا الفيديو ده بجد يتدفع فيه فلوس ده تدفع فيه فلوس ما ايه ما تستخسرش فيه نبدأ نرجع كده تاني يلا نرجع مع بعض بينات الشقة مرة تانية كده بسرعة الشقة جماعة مساحتها 100 متر تحت العجز والزيادة الشقة غرفتين ورسبشن كطعتين او 3 كطع ومطبخ امريكاني وحمام الشقة في الدور السابع سابع البلكونة بعد الارضي في عمارة 10 ادوار يعني فيه فوقيك 3 ادوار كمان وكل دور فيه 3 شؤاء الشقة فيها عدات كهرباء وفيها برضو المياة بتاعتها مشتركة مع العمارة كلها بتيجي طبعا المياة وبتتقسم على العمارة كلها الشقة جماعة تشتبها سوبر لوكس الشقة طبعا مسجلة في الجمعية وليها حصة في الارض عنوان الشقة الإسكندرية الكيلو 21 العجمي شاطئ النخيل الشقة مطلوب فيها 500 ألف جنيه قابل للتفاوض البسيط والأي استفسار أرقامنا موجودة قدام حضراتكم على الشاشة في رقم فون ورقم فون زائد واتساب في حالة عدم الرد على طول ابعت رسالة على رقم الواتساب هنرد عليك على طول موعيد العمل من الساعة الواحدة ظهرا وحتى الساعة التاسعة مساء أتمنى فيديو النهاردة يكون عجب حضراتكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته المهندس حازم عبد الله اشتركوا في القناة